موسيقى نشرة آخر اليوم من قناة المهرية أهلا بكم وبداية بالعنوينة موسيقى إعلان أمريكي عن ضبط شحنة مخدرات يثير مخاوفة من شرعانة الوجود الصعودي في المهرة موسيقى احتجاجات غاضبة في عدن والضالة تنادد بغتية للدكتور خالد الحميدي موسيقى قوات أمنية تعتدي على أسر الشهداء والجرحى خلال عملية توزيع الأراضي في عدن موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى نشرة نرسلت ضو فيها على تطورات في محافظات المهرة والسقطرة وملفات أخرى موسيقى 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 مرحبا بكم قالت القيادة المركزية للقوات الامريكية ان اعترضت قاربا شراعيا مجهولا وعلى متنه شحنة كبيرة من المخدرات قبالة السواحل اليمنية واضفت القيادة الامريكية في بيان على تويتر ان المدمرة الامريكية يو اس اس رلاف جونسون تمكنت يوم 4 ديسمبر الجاري من اعتراض وحجز شحنة مخدرات مشبوهة يفوق وزنها 900 كيلو جرام كانت على متن قارب شراعي بحر في المياه الاقتولية لبحر العرب قبالة السواحل اليمنية وتحدث البيان عن ضبط اربع شحنات من المخدرات بالشركة او بالشراكة مع قوات البحرية الفرنسية والمملكة المتحدة منذ شهر اكتوبر تنامت التحركات الامريكية البريطانية في المهرة وبحر العرب خلال الاونة الاخيرة فبعد زيارة السفير الامريكي اعلن عن هجوم او اعلن عن هجوم على سفينة بريطانية تلاها ضبط شحن مخدرات ضمن سلسلة مواقف يخشي اليمنيون ان تكون محاولة لشرعنة الوجود العسكري للسعودية في المهرة لم يمر يوما على اعلان بريطانيا تعرض سفينة تابعة لها للهجوم بالقرب من سواحل المهرة حتى اعلنت القيادة المركزية التابعة للقوات الامريكية اعتراض قارب على متنه شحنة كبيرة من المخدرات قبالة السواحل اليمنية في بحر العرب توالي تلك الحوادث في محافظة المهرة وسواحل المقابلة لها اسدل الستارة عن مؤامرة سعودية جديدة تحاك ضد المحافظة بمباركة امريكية بريطانية فبعد ان ادرك التحالف السعودي الاماراتي فشل مساعيه لالساق تهم الارهاب والتهريب بابناء المهرة وقبائلها عاد هذه المرة مستعينا بدور امريكي بريطاني لتثبيت الوجود العسكري السعودي المدعوم بقوات امريكية وبريطانية في مطار الغيضة وكان التحالف قد استهل تحركاته الاخيرة بزيارة قام بها السفير الامريكي الى المهرة وهو معتبر حينها مؤشرا خطيرا في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به المحافظة ومحاولة مكشوفة لشرعنة التواجد السعودي وقلب الحقائق في المحافظة المسالمة وتركزت معظم تصريحات السفير الامريكي حينها حول مزاعم الارهاب والتهريب وهي ذات المزاعم التي تروجها السعودية لتبرير تواجدها في المهرة في توجه مفروح كشف عن تناغم دولي لتوفير غطاء للتواجد السعودي ووأد مسيرة النضال السلمي لأبناء المهرة على صعيد اخر بحث الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر مع عدد من الشيوخ والشخصيات الاجتماعية اسبب تعثر مشروع خط الغيظة تريم والحلول والمقترحات من أجل عادة العمل في المشروع وشدد نيمر خلال الاجتماع على ضرورة استئناف العمل في المشروع وفتحه ولو بخط ترابي بصورة أولية بدورهم عبر الشيوخ والعيان والتجار ومنظمات المجتمع المدني عن دعمهم للسلطة المحلية من أجل تجاوز الإشكاليات ومساعدة السلطات لتنفيذ هذا المشروع الهام شهدت محافظة المهرة حالة من الحزن على رحيل الشخصية الرياضية والاجتماعية علوي عقيل أحمد معمر رئيس اتحاد الشطرنج والرئيس السابق لنادي حوف الرياضي الذي ترك بصمات كبيرة في المواقع التي تقلدها اكتزت المهرة بالحزن برحيل ابني هلبار علوي عقيل أحمد بعمر برغدوين رئيس اتحاد الشطرنج في المحافظة ورئيس نادي حوف سابقا بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الرياضي والشبابي رحيل الأستاذ علوي بعقيل مثل خسارة على القطاع الشبابي والرياضي بشكل عام وكان الفقيد رحمه الله يتواجد في جميع الأنشطة الرياضية والشبابية والثقافية وكان يتنقل بين المديريات والقرى والبوادي لإبراز العادات والتقاليد لمحافظة المهرة وكان شخصية محبوبة لدى الجميع غياب هذه الشخصية الاجتماعية مثل خسارة للمهرة حيث كانت تشعب الحب والتواضع والإخلاص ولها بصماتها في تطوير الرياضة وخدمة الشباب وبرحيله فقيدت المحافظة واليمن واحدا من رجالها الوطنيين المخلصين كانت في التواصل الاجتماعي من النشطاء والشخصيات الرياضية والجانب الرسمي الذي يعزي في وفاة الفقيد الأستاذ علي بعقيل رحمه الله ونسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته وإلهم أهل وذي الصبر والسلوة الشارع المهري وخصوصا الرياضيون يخيم عليهم الأسى برحيل هذه الشخصية التي تركت فراغا كبيرا لما كان يملكه من قدرة قيادية فتة وحبا للوطن والعمل وخدمة الناس نعمل من الله ومن الجميع يعني أصحاب السلطة سواء في الشمال أو في الجنوب توحيد جهودهم وعمل ما يخدم اليمن بشكل عام وتوحيد والتفكير في ما يخدم اليمن ومستقبلها الفقيد كان قريبا من الناس والعمل وعرف عنه المبادرات الإيجابية بالميادين الاجتماعية والرياضية والثقافية على مستوى المهارة واليمن وحيث كل الناس لكل المحبية إلى سقطرة حيث فرضت ميليشي الانتقالي تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية بعد موجة من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها الجزيرة وكان مواطنون غاضبون قطعوا الشارع رئيسيا بمدينة حديبو احتجاجا على احتكار المشتقات النفطية من قبل ميليشي الانتقالي المدومة من الإمارات وقال مراسل المهرية أن المواطنين منعوا السيارات من المرور إلى محطة أدنوك الإماراتية بعد أن أغلقت ميليشي الانتقالي المحطات الحكومية والخاصة في الجزيرة لصالح احتكار الوقود في محطة أدنوك الإماراتية وطالب المتظاهرون برحيل الانتقالي والإمارات من الجزيرة ما دفع ميليشي الانتقالي لشن حملات اعتقالات في صفوف المتظاهرين واختطفت بعض المواطنين الذين وثقوا المظاهرة عبر هواتفهم المحمولة ومنهم الاعلامي عبد الرحمن الجسفي نفذ عشرات الأكاديميين من جامعة عدن وقفة احتجاجية للتنديد باغتيال عميد كلية التربية في محافظة الضالع الدكتور خالد الحميدي واعتبر المحتجون هذه العملية استهدافا للكوادر الأكاديمية في الجامعة وطالب السلطات الأمنية في الضالع بسرعة القبض على القتل وتسليمهم للعدالة وكانت جامعة عدن أعلنت اليوم إجازة رسمية لجميع الكليات ودعت لوقفات احتجاجية تندد بعملية اغتيال الدكتور الحميدي الذي اغتيل برصاص مسلحين مجهولين الأحد الماضي أمام المجمع التربوي بمدينة الضالع طبعا نحن اليوم نقف هذه الوقفة الاحتجاجية في كلية الآداب وهي الوقفة هذه محددة في كل كليات الجامعة وفروعها في المحافظات والتي تأتي استقابة لقرار مجلس الجامعة بتعليق الدراسة اليوم الثلاثة وعقد وغفات احتجاجية واستنكار لتعبيرنا عن استنكارنا الشديد لحادثة اغتيال الشهيد خالد عبد الحميدي عميل كلية التربية الضالع وكما أكدنا سابقا بأن هذه الحادثة لم تستهدف وهو شخصين وإنما استهدفت كل دعاة العلم المعرفة في هذا البلد هذا العمل نستنكره وندينا جميعا لأن هذا العمل يستهدف بشكل رئيسي المجتمع ويستهدف بشكل أساسي جامعة عدن التي تتعرض عديد من الهجمات وهدف طبعا إلى وقف سير عملية التدريس في جامعة عدن لكن نأكدنا في اجتماع مجلس جامعة في البيان الصادر عنها أن جامعة عدن ستستمر في تدريس تسالتها مستمرة في عملها التنويري للمجتمع ونحن الآن طبعا نطالب السلطة المحلية في محافظة الضالع الغيام بمهامها من أجل القفض على الجناة إلى ذلك نفذ العشرة من الهيئة التعليمية لكلية التربية بمحافظة الضالع وقفة احتجاجية تنديدا باغتيال عميد الكلية دكتور خالد الحميدي وتحرك المشاركون في مسيرة راجلة ابتدأت من ساحة الكلية وصولا إلى موقع ارتكاب جريمة الاغتيالات وتمت قراءة الفاتحة على روح دكتور الحميدي ثم العودة إلى ساحة الكلية وأكدت مصادر محلية سلطة المحلية وقيادات محافظة الضالع ترتب لمسيرة واحتجاجات أوسع الخميس القادم للمطالبة بالقفض على قتلة الدكتور الحميدي بدورها حملت جامعة عدن الأجهزة الأمنية في محافظة الضالع المسؤولية الكاملة عن عملية اغتيال عميد كلية التربية الدكتور خالد عبد الحميدي وقررت الجامعة تعليق الدراسة يوم الثلاثة الموافقة الثامن من ديسمبر الجاري في جميع كلياتها وتنظيم وقفات احتجاجية تطالب بسرعة الكشف عن الجنى وتقديمهم للمحاكمة تتواصل ردود أفعال الغاضبة من اغتيال عميد كلية التربية بمحافظة الضالع الدكتور خالد الحميدي وسط احتجاجات تطالب بالقفض على القتلة وتسليمهم للعدالة لكن الاغتيال ذكر بحالة الانفلات الأمني الذي تشهده المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة مليشة الانتقالية المدعومة من الامارات تتواصل الاحتجاجات المنددة باغتيال عميد كلية التربية في محافظة الضالع الدكتور خالد الحميدي ومن عدان الى الضالع نفذ عشرات الاكاديميين وقفة احتجاجية للتنديد باغتيال الدكتور الحميدي واعتبروا العملية استهدافا للكوادر الاكاديمية في الجامعة وطالبوا السلطات الامنية بسرعة القبض على القتلة وتسليمهم للعدالة مجلس جامعة عدن كان قد عقد اجتماعا استثنائيا لبحث تداعيات جريمة الاغتيال ودعا كافة الهيئات والمنظمات المدنية ومختلف النخب الفكرية للتضامن مع اسرة الدكتور الحميدي ادانات واسعة سبقت ادانة جامعة عدن من قبل منظمات حقوقية واحزاب سياسية عبرت عن قلقها لاستمرار عمليات الاغتيالات التي تستهدف الكوادر السياسية والدينية والاعلامية والاكاديمية في المحافظات الجنوبية وافلات جميع منفذي تلك الجرائم من العقاب وعلى الرغم من تعدد الجهات التي ادانت الاغتيال الا ان كل المواقف اجمعت على مسؤولية ميليشي المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات والمسيطر على المحافظة عن الانفلات الامني فيها ومع كل حادثة اغتيال في عدن والضالع وبقية المحافظات الجنوبية يتزايد الغضب الشعبي من الانفلات الامني في ظل سيطرة ميليشيا المجلس الانتقالي انفلات يعكس صورة سيئة عن المحافظات المحررة والتي باتت خارج نطاق الحكومة الشرعية ويحكمها التحالف السعودي الاماراتي عبر ميليشيا مسلحة لا تعترف بالشرعية كشفت مصادر امنية للمهرية عن تمرد نفذ عن تمرد نفذه افراد كتيبة الحماية داخل مقر قوات التحالف السعودية لمرتيب عدن واكدت المصادر ان القوات السعودية المتمركزة في معسكر البريقة طالبت من الشرطة العسكرية وامليشي الحزام الامنية تدخل لاخماد التمرد كتيبة الحماية المتواجدة داخل مقر التحالف بسبب تأخر صرف رواتبهم لعدة اشهر وفي عدن ايضا هاجمت قوات امنية تتبع ادارة الامن موقع عملية توزيع راضي اسر الشهداء والجرحى ومناضلية الثورة التي تقوم بها الجمعية التعاونية السكنية في منطقة بير فضل وقال رئيس الجمعية التعاونية السكنية لأسر الشهداء والجرحى علي عبدالرب العسيري ان قوات امنية بقيادة مدير مكتب مدير امن عدن هاجمت الموقع واطلقت الرصاص على الشهداء او اسر الشهداء والجرحى الذين حضروا لاستلام الاراضي واعتقلت المهندسين ونهبت معداتهم طالبت وطالبت اسر الشهداء والجرحى ومضاضلية الثورة رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقف الانتهاكات التي يقوم بها المتنفذون وتوزيع الاراضي لأسر الشهداء والجرحى وحمايتهم اليوم الثاني من عملنا في تسليم الاراضي لأسر الشهداء نزلت قوة ابا عبد الدايم وهجمت على المهندسين ونهبت أجهزات المهندسين ومنعوا تسليم الاراضي لأسر الشهداء الذين تنظرون خلفنا وأمامنا وشمالنا والآن نناشر فخامة رئيس الجمهورية ومحافظ محافظة عدن بنا لم أملس أن ينظر إلى أبناء الشهداء وإلى حقوقهم الذي تدمر وتنهب من أجهزة دولة وجزاء أمنية يمثل عبد الدايم أحمد علي المساعد كل يوم يعملون مشاكل وهو يتاقر بالأراضي مع محافظ مقفر راشد ونيوستار للإستثمار الذي تتبع تماما والذراع نحن نناشر فخامة الرئيس كل الطيبين من المواطنين ومن الشرفاء من المسؤولين أن يقفوا مع أبناء الشهداء أبد الوباء منصور قال أزل في السعودية لم يلاس في المحافظة نحن المن أحمونا 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 رحينا في شبابنا رحينا في رجالنا ولان معنا رجال قليل وناس يشترسون على اليمن ألحبوا اليمن إخواننا ولانشبعوا ناس أنانيين معهم من قم سبقاء معهم شقاق فلل معهم حقيقات تستلموا في هذه الحرب وللآن ولا أخلصوا ولا أكفوا ولا أكفاهم أنا راح واللي واللي قريح قريح واللي شهيد شهيد واللي على نفسية دخلت البيت ما يردش عاد أخرج من دخلت البيت يصبت أقوه ما دخلت يده وأصبح مجروع وأبوهم تعمال عنده القلب ما عندي حد يشقى عليهم بالآخر كذا هذر عزة والكرامة قال لي للشهداء حسبي الله عليهم إلى محافظة لاحج حيث أفادت مصادر محلية نتوترا أمنيا تشهده المحافظة عقب قيام قوات اللواء الخامس التابعة لمليشي الحزام الأمني بإغلاق مكتب الصحة والسكان بمديرية رتفان ومنع مدير الصحة من دخول مكتبه وأكدت المصادر أن التوتر تصعد بين اللواء الخامس دعم وإسناد وبين مدير معام مديرية رتفان مشعل الدعري بعد رفض الحزام الأمني دخول مدير الصحة المكلف من قبله وكان اللواء الخامس قد رفض قرار محافظة لاحج القاضي بتكليف مشعل الدعري مديرا للمديرية ومنعه من دخول مبنى الإدارة المحلية النشرة مستمرة فيها بعد الفاصل مخابز تاعز تغلق أبوابها احتجاجا على انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار الدقيق اشتركوا في القناة من جديد أهلا بكم بدأت المخابز في مدينة التاعز إضرابا عن العمل احتجاجا على انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار الدقيق وقال سكان المحليون إن المخابز في أحياء المدينة الواقعة تحت سيطرة الحكومة أغلقت أبوابها أمام المستهلكين منذ صباح الثلاثاء احتجاجا على انهيار العملة وارتفاع أسعار الدقيق بشكل ملحوظ وأكد سكان أن مالكي المخابز يريدون رفع أسعار رغيف الحبز من خمسة وعشرين إلى ثلاثين ريالا بسبب تراجع ريال اليمن مؤخرا إلى ذلك أعلنت إدارة شرطة محافظة تعز قائمة سوداء بأسماء خمسة وثلاثين مطلوبا أمنيا من المتهمين بجرائم قتل ونهب وقطع طريق وإثارة فوضى مسلحة داخل المحافظة وأكد مدير شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي أن الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع القضاء أعدت القائمة بناء على التحقيقات والأدلة المثبتة التي تؤكد ارتكاب المطلوبين للجرائم والفوضى المسلحة داخل المدينة وتواعد المسؤول الأمني بملاحقة وضبط هذه العصابات المسلحة أي كانت مناصبهم أو وظائفهم العسكرية والمدنية ورفع الغطاء عنهم وعدم التستر عليهم بالتعاون والتنسيق مع قيادة محور تعز أكد وزير الخارجية محمد الحضرمي حرص الحكومة على إطلاق جميع الأسر والمعتقلين وفق مبدال كل مقابل الكل بما فيهم الصحفيون والناشطون المختطفون والأربعة المشمولون بقرارات مجلس الأمن وجدد الحضرمي خلال لقائه نائب المبوث الأممي لليمن معين شريم التزام الحكومة اليمنية بالتعاطي الإيجابي مع المسار الأممي للتوصل إلى حل شابل ودائم مبني على المرجعيات ينهي الإنقلاب والحرب ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني بدوره أكد نائب المبعوث الأممي التزام الأمم المتحدة بمواصلة جهودها الرامية لتحقيق التهدئة واستئناف المشاورات السياسية والبناء على ما تحقق في سويسرا لإطلاق المزيد من الأسرى والمعتقلين إلى ذلك طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن أربعة صحفيين محكوم عليهم بالأعدام في صنعاء وأكدت المنظمة حرمان الصحفي المختطف توفيق المنصوري من الحصول على العلاج المنقذ للحياة مشيرة أنها تلقت معلومات مثيرة للقلق تفيد بأنه أصيب بفيروس كورونا في يونيو نظيف فيما تدهورت حالته الصحية بشكل أكبر نتيجة حرمانه من العلاج اللازم للقلب ودعت العفو الدولية الحوثيين إلى إلغاء إحكام الإعدام أو أحكام الإعدام الصادرة بحق الصحفيين الأربعة فورا وإسقاط جميع التهم التي لا أسس لها من الصحة والإفراج عنهم دون تأخير بدورها قالت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية المصور الصحفي عبدالله بوكير يعاني من إهمال صحي حيث تعرض للتعذيب الجسدي وتدهورت صحته بشكل مريع وضفت المنظمة أن أسرة بوكير ما زالت تعاني من استمرار اعتقاله في حضر موت من دومايو الماضي لدى سلطات العسكرية في حضر موت بدون أي محاكمة وكانت المنظمة الدولية معنية برصد الانتهاكات بحق الصحفيين قد قالت في بيان لها في يوليو الماضي أن الصحفي عبدالله بوكير نقل إلى المستشفى على خلفية إضربه عن الطعام احتجاجا على احتجازه بدون تهمة ولا محاكمة أقر اجتماع حكومي في محافظة حضر موت آلية تنظيم أسواق الأسماك المحلية وكيفية توفير الكميات الكافية للأسواق المحلية وضبط أسعارها وتضمنت المعالجات التي أقرها وكيل المحافظة عمرو بن حبريش وقيادات فرع هيئة المصاد السماكية وصندوق النظافة والتحسين والاتحاد التعاوني السماكي تخصيص طنين من الأسماك المنزلة في مواقع الأنزال أو الإنزال يوميا لتغطية الأسواق المحلية واتفق المجتمعون على إجزام الجهة المختصة بالبيع بتغطية السوق المحلية وفقا للآلية المحددة على أن لا تتجاوز نسبة الربح من 50 إلى 70% وفقا لسعر الشراء إلى ذلك قام وكيل أول محافظة حضر موت الشيخ عمرو بن حبريش العلي بالزيارة الفنان الكبير علي أبو بكر العطاس للإطمينان عليه إثرى وعكة صحية ألمت به مؤخرا واثنى بن حبريش على المسيرة الفنية والغنائية الطويلة للفنان العطاس الممتدة لأكثر من 50 عاما والتي نالت شهرة واسعة محليا وخارجيا وأكد بن حبريش وقوفه وقيادة السلطة المحلية لجانب العطاس وتقديم ما يلزم من رعاية واهتمام نظير إسهاماته في مجال الفن والثقافة ونشر الأغنية اليمنية نفذت جمعية بسمة الطفل والمرأة بالتعاون مع منظمة كير العالمية ورشة عمل حول دور المرأة في المجتمع للفئات المجتمعية في مديريتي البريقة والمنصورة بالعاصمة المقتة عدن وقالت مديرة جمعية بسمة الطفل والمرأة نهد الخديري إن دورة استهدفت 35 مشاركا ومشاركا خلال الفترة من الثامن حتى العاشر من ديسمبر الجاري تهدف إلى رفع الوعي لدى المشاركين بالمعلومات والمهارات اللازمة وضعت الخديري إلى بلوارة المحاضرات والنقاشات للحد من استخدام العنف ضد المرأة معنويا وجسديا وإيصال رسالة للمجتمع بالتعامل مع النساء برفق داشتنا وكيل محافظة مارب لشؤون الإدارية عبدالله الباكري حملة نظافة شاملة للمدارس في مديريتي مدينة مارب وحريب ينفذها صنطوق النظافة والتحسين بالمحافظة تزامنا مع اليوم الوطني للنظافة وتهدف الحملة إلى التي انطلقت مطلع الشهر الجاري إلى رفع مستوى الوعي الصحي بمخاطر فيروس كورونا والأوبئة الأخرى وتعزيز قيم المبادرة الذاتية والمشاركة الفاعلة للطلاب وطالبة المدارس وشدد الوكيل الباكري على أهمية هذه الحملة كونها تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومن أجل رفع الوعي الصحي لدى الطلاب بالنظافة لخلق بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة انتهت نشرتنا بإمكانكم الاطلاع على المزيد من الأخبار عبر زيارة موقعنا الإلكترونية نهرية دات نت كما يمكنكم متابعتنا عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنا في أمان الله اشتركوا في القناة